ازاي كنا معنا رضا في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على رجعنا بالحلقة قبل الاخيرة في الموسم الرمضاني بتاعنا في الفين تلاتة وعشرين مع انتهاء مسلسلات رمضان. اه الحلقة دي للأسف ممكن تطول معنا فاتمنى ان هي ما تطولش قوي عشان برضو الناس برضو ما تزهقش مننا بس هي للأسف ممكن ممكن تطول معنا لان دي الحالة اللي احنا هاعمل فيها للمسلسلات بتاعتنا في مسلسلات رمضان. اه طبعا في تلات مسلسلات قريدي تكلمنا عليهم لان هما كانوا قريدي خلصوا كان الهرشة السبعة وكامل العدد والسفارة. فتلات مسلسلات دولها طبعا مش هنتكلم عليهم لاننا عملانهم فيديو ابن كده خلصوا لما كانت خمساشه رمضان. اه وطبعا مع انتهاء مسلسلات رمضان ومع انتهاء رمضان ودخولنا على موسم عيد الفطر كل سنة وحضراتكم طيبين. سنة دي مش آآ بصراحة في مسلسلات كتيرة خزلتني وفي مسلسلات كتيرة آآ عجبتني وفرحتني. فمش هستغل عليكم يلا بينا على طول نتكلم في اول مسلسل وهو المسلسل الاولاني اللي معنا هنتكلم عنه هو مسلسل الكبير في جزء السابع. مسلسل الكبير هو طبعا من اخراج احمد الجندي ومن بطولة احمد مكي ورحمة احمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام وشام اسماعيل وناس كتيرة جدا معانا في الموسم ده. آآ من غير طبعا هنتكلم في البلاط او هنتكلم في حاجة لانه هو المسلسل ما اعتبرش فيه مين بلاط قوي لانه هو كان في الاول خالص كان في اول مسلا عشر حلقات كان بيتكلم مسلا على مشاكل مربوحة وكبير وكلام ده كله بعد كده دخلنا في مشكلة افحور تاني ودخلنا في قصة تانية وكلسة تانية وكلام ده كله. فالمسلسل عامة ما بقاش فيه عشان اتكلم عنه. انا بالنسبة لي مسلسل كبير الجزء السابع السنة دي. آآ الى حد ما هو ما كانش مغزل قوي بس هو بصراحة كان على الاقل اول عشر حلقات كان مغزل جدا جدا جدا. فكرني شوية بمسلسل كبير الجزء الخامس اللي هو كان اول تلاتاشر حلقة على ما اعتقد. آآ موضوع تركية. وش عارف كان في سيزن برضو الرابع كان فيه حزل قوم لما رح افريقيا. انا بالنسبة لي الحلقات دي بالنسبة لي كتقوحش حلقات في مسلسل كبير. مسلسل الكبير السنة دي آآ يعني في اوله بصراحة يعني حسيت ان هو ما عندوش حاجة يقدمها ما عندوش حاجة يقولها. وحسيت ان هو اتكاروت جدا على اساس ان هو السنة اللي فاتت كان في جزء السادس وجزء السادس كان عظيم جدا وانا السنة اللي فاتت من ديله آآ احلى مسلسل في رمضان. السنة دي جزء السابع بصراحة يعني كنت تتمنى ان هو يبقى احسن من كده بكتير. وآآ ما عرفش ما عرفش ايه اللي حصل بصراحة في المسلسل الكبير. السنة دي انا واحد بعشة المسلسل ده. بس السنة دي ما زي ما يكون كده هم استعجلوا في الورق استعجلوا في بتاع المسلسل يلا بينا الجزء السادس عمل نجاح فيلا بينا السنة دي نعمل جزء السابع والكلام ده كله وبرضو سمعت كرام ان هما حيعملوا جزء تامن وتاسع وعشر ولو عملوا الكلام ده بجد مسلسل حيروح في ستين ده انا بالنسبة لي مسلسل الكبير يعني مع كامل احترامي للاحمد ميكي واختيارات احمد ميكي انا خايف بس احمد ميكي يخش في نفس سكة محمد سعد اللي لسه لحد النهاردة هو في الكاركتر بتاع الليمبي كاركتر كاركتر بوحة وكلام ده كله ومش قادر يطلع من القالب ده على الرغم ان هو لو طلع من القالب ده هيبدأ ان هو يعمل اعمال ممتازة ويقدم ادوار حلوة جدا زي ما شفنا دوره في فيلم الكنز جزء الاولاني وجزء التاني طبعا بس عشان تابقوا عارفين الحلقات بتاعة مسلسلات رمضان مش حابقى فيه حد في الاحداث مش هنتكلم مش هنقول لها حاجة عشان لو ناس حبت النقاط تشوف مسلسل المسلسلات جايزين نحرق لها اي حاجة انا اتمنى بصراحة بعد ما شفت الموسم السابع بتاع مسلسل الكبير حابقى بقول لا احمد ميكي بصراحة يعني خد وقتك نقي بقى ادوارك اللي جاية وكفاية انا شايف من وجهة نظري كفاية مسلسلات وخليك مركز شوية في السينما لان احنا شفنا برضو ميكي في الاختيار الجزء التاني رجال الزل اللي كان عامله مع كريمة عبدالعزيز كان حلو جدا فممكن لو لعب اكتر في منطقة انا حاسس ان احمد ميكي حرفيا ممكن يعني يحط على ناس كتيرة جدا في اه الادوار فاتمنى ان هو يطلع شوية من القلب الكوميدي ويطلع شوية من الدور السعيدي في المسلسل الكبير ويركز اكتر شوية عن افلام اه في السينما لان هو اخر فيلم عمله اخر عمل عمله في السينما سواء الاخير او اللي قبليه سواء سامير ابو النيل او سيمة علي بابا من الافلام اللي بجد مش حلوة وما بحبهاش ومن الافلام اللي تعريبا على ما ازولني سقطت اصلا في السينما فاتمنى ان هو يبقى فيه شوية تغيير وكفاية شوية كبير حتى لو في يوم ما رجع يعمل مسلسل كبير تاني يعمله بس مش دلوقتي يعني ممكن اتليست تلات اربع سنين كمان عشان يبقى فيه شوية اشتياء كده ما بيننا ما بينه الجمهور وهي مسلسل كبير. على الرغم من الممثلين تانين برضو كان زورهم مش كتير وادوارهم مش يعني مش كبيرة زي السنين اللي فاتت يعني انا شايف من وجهة نظري كان من افضل الادئات اللي في المسلسل ده كان حاتم صلاح اللي هو نفادي وعبد الرحمن حسن اللي هو طبازة اللي هو بتعليعه. يعني دول انا شايف من وجهة نظري السنة دي هما كانوا الموسم طبعا مع هاجرس يعني محمد سلام اللي من غيره شايف المسلسل ممكن يقع. فانا بصراحة يعني معرفش يعني اتمنى الكبير كده يريست شوية واتمنى ان هو يوقف شوية كبير لان بصراحة لو السنة الجاية في رمضان السنة الجاية لو حصل وعمل وكبير في جزء التامن معرفش هتفرج عليه ولا لأ لان انا بصراحة يعني انا زي ما قلت انا من محبيني كبير بس يعني كفاية يعني كفاية كبير ونبدأ اتمنى ان احنا نشوف عمل تاني. خيمي ليه مسلسل الكبير هو ستة من عشرة. السلسل التاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل سوق الكانتو. سوق الكانتو هو من انخراج حسين المنباوي ومن تأليف هاني سرحان. وبين بطولة امير قرارة وماية زدين فاتح عبدالوهاب محمود البزاوي وصراء جوبايل ونجوم تانية كتير. سوق الكانتو حرفيا ويعني مش عايز اتكلم فيه كتير لان هو بجدة حقيقي واحد من اسوأ المسلسلات السنة دي في موسم ربضان الفين تلاتة وعشرين. وعلى الرغبة ان لما لما شفت له تريلر لما عملت له تريلر ري اكشن انا قلت يمكن يعني ممكن يكون مخزن والمسلسل ممكن يبقى حاجة تانية. وابتدينا ان احنا نشوف ودخلنا اكتر في المسلسل. انا حرفيا انا مش عارف المسلسل ده كان عايز ايه? يعني انا المسلسل في اوله قلت يمكن يطلع منه حاجة وانا حرفيا من نوعية الناس اللي بازها بسرعة. وفي نفس الوقت ما بحبش هتنالها اتفرج على حاجة وما رجعش اكملها. انا حرفيا المسلسل ده وفيه طبعا مسلسل تاني هنتكلم عنه بعدين. المسلسل ده انا يعني حرفيا لو سيبت حلقتين او تلات حلقت او اربع حلقت حرفيا قصما بالله برجع على الحلقة بتاعت اليوم بشوفها مفيش اي جديد حصل. واللي عجبني كان في المسلسل ده والله العظيم في اوله اول ما بيبدأ الحلقة يقول لك في الحلقة السابقة. اجي اتفرج على الحلقات السابقة حلقة واللي حلقتين انا فاتتني. اشوفها قصما بالله ما في حاجة فاتتني. يعني ده برضو من نوعية المسلسلات اللي انت تتفرج عليها يعني ملل رهيب. قاعد مش طايق نفسي قاعد بتفرج. رامن هو مخرج حسين المباوي واحد من افضل المخرجين في اه رمضان في اخر كام سنة انا شايف من قجة نظري. بس انا مسلسل ده انا بصراحة لا شفت اداءات كويسة ولا شفت قصة كويسة. والمسلسل عبارة عن كمية مط في الاحداث الرهيبة. والسنة اللي فاتت قبل الكرارة كان عامل مسلسل اسمه العائدون. انا ما تفرجتش عليه. بس اعرف ناس اتفرجت عليه وكانوا بيقولولي واحد من اسوأ المسلسلات اللي كانت موجودة في سنة تا. اللي هو بتاع السنة اللي فاتت. فانا الحمد لله انا ما تفرجتش عليه. انا بالنسبة لي شفت سول كانتو. وانا شايف موجة نظر ان هو واحد من اسوأ واحد من اسوأ المسلسلات السنة دي في رمضان بكل تأكيد. لان حتى كاحداث ان انت تشدك عشان تتفرج على الحالة اللي بعدها ده مفيش. يعني نرجع يعني عايزين نقول اكتر بس على مسلسل تاني. اا ما كنتش متوقعه. فحنتكلم لما نوصل له. فبس المسلسل ده السنة دي يعني مغزل بكل حاجة. ممكن الحاجة الوحيدة اللي حلوة فيه واللي عجبتني الكادرات والاخرام. غير كده التمثيل القصة بالنسبة لي كانت صفر والتمثيل الاداء وحش جدا. جدا. فانا مش عارف اين فكرة ان هم عاملوا مسلسل زي ده. ليه ما خدوش وقتهم ليه? حسيت ان هم عايزين يعملوا حاجة جامدة كده اشباه جزيدة غمام. بس بقصة تانية وكل حاجة. بس تقريبا ما زبطتش بينهم. فانا شايف من وجهة نظري المسلسل ده لو كانت عامل كويس وتعامل صح كان اخره ممكن يتعرض بعد موسم السباب خربانة باني بتاع الفين تلاتة وعشرين مسلا على منصة شاهد او اي حاجة ويبقى عشر حلات. تامن حلات اخرهم. لكن تلاتين حلقة. تلاتين حلقة. حرفيا على مسلسل زي ده. تلاتين حلقة. في حاجة حرفيا ما كانش بتحصل ما كانش بيحصل في اي حاجة. يعني انا بجد يعني ان في ناس كتيرة جدا اعرفها مفرجتش على المسلسل ده اللي انا كان شادوش عاروهم. لان السنة دي سوق الكنتو. والسنة اللي فاتت العقدون. فانا شايف اختيارات امير قرارة. بجد لازم تختلف شوية الفترة اللي جاية. ويركز برضو انا شايف من وجهة نظري زي احمد ميكي يركز اكتر ممكن في السينما اكتر من السباب الرمضاني. فانا تقييمي لمسلسل سوق كانتو هو للاسف تلاتة وعشر. مسلسل التالي انا عايزين نتكلم عنه هو مسلسل جعفر العمدة. جعفر العمدة من تأليف ومن اخراج محمد سامي ومن بطولة محمد رمضان وما يكساب وزينا وهذا صدقي. وممثلين تانين زي احمد داش ومن افضالي وما يكساب ومنزل رايحانة. ودعاء حكم وعصام الساقة واحمد فهيم. مسلسل جعفر العمدة يا جماعة انا بصراحة يعني. يعني نقدر نقول شابو مسلا مش عارب. انا بصراحة مبسوط. يعني مبسوط بجد حقيقي من مسلسل جعفر العمدة. جعفر العمدة بجد انا مبسوط ان انا السنة دي عطيت لمحمد رمضان فرصة. يعني بصراحة لما الواحد يعمل حاجة كويسة. نطلع ونقول شابو. لان لما السنة اللي فاتت فرجت على مسلسل المشوار. بصراحة كان انا عطته اسوأ مسلسل. انه فعلا كان مسلسل سيء جدا. السنة اللي قبلها تقريبا او اللي قبل اللي قبلها كان في موسى. برضو تقريبا عطته اسوأ مسلسل. فهو حرفية الليترلي محمد رمضان معايا ان هو على سنتين واربعض اخد اسوأ مسلسل. بس السنة دي بجد حرفيا تقريبا هو الخلطة معايا مع محمد سامي. ان محمد سامي دايما لما بيعمل مسلسلت مع محمد رمضان بتطلع كويسة جدا. زي ما شفنا فيه سنين مختلفة زي البرينس والاسطورة والحاجات دي كلها. فانا بصراحة بجد حرفيا مبسوط. مبسوط. خلينا نكونوا واقعين شوية آآ طبعا الناس اللي ممكن تقول لك انت قابض ومش قابض انا مفيش الكلام ده معايا جدا. يعني لو عمل تفرجت عليه ومعجبنيش بطلع اسف عليه. فما فيش الكلام ده. بس بصراحة الراجل عامل حاجاته احترم. مسلسل جعفر العمدة من النوعات المسلسلات او من نوعات الاعمال اللي انا بالنسبة لي بسميها او بحب بسميها ان انت عارف هتتفرج على حاجة كاحيانة عارف ان انت هتتفرج على حاجة سيئة عارف هتتفرج على حاجة مش قد توقعاتك وعارف ان الاحداث ستبقى محروقة بس تحب ان انت تتفرج عليها ومش بقول بس كده على جعفر العمدة انا باتكلم حتى في الافلام الانجلش او المسلسلة الانجلش. في افلام انت عارف already نهايتها واحداثها وكل حاجة بس تحب ان انت تتفرج عليها as a guilty pleasure. فجعفر العمدة بجد يعني انا تقريبا من اول خمستاشر رمضان لحد نهاية رمضان. هو المسلسل اللي انا حرفيا اللي اللي بستنها حلقة بحلقة. ده حقيقي. يعني بجد مسلسل جعفر العمدة المسلسل الوحيد اللي تلاتين حلقة. السنة دي اللي فعلا كان ان من اول حلقة الاخر حلقة فعلا يشدك وفعلا يعجبك. وتفضل تنتظر الحلقة بتاعته يوم ورا يوم ورا يوم وامامهم. يعني السميلة سعيدة. يعني يوم في يوم في يوم يعني تفهمين قصدي? فبصراحة لأ. لما حد بيعمل شغل كويس نقول. اخراجيا طبعا ما كانش اقد كده بس الادايات برضو كان فيه اداءات حلوة جدا. محمد رمضان هو هو محمد رمضان اللي بيعملو. يعني انا ما شفتش حاجة جديدة منه بصراحة في جعفر العمدة حسيت هو هو اللي اقدمه في الاسطوق. مكسبة بين الاسطورة والنصر السعيد. نفس الدورين. بس لا نتكلم على الادايات التانية عندنا هالا صدقي عملت دور حلو جدا هي ويمان العاصي ومايكا السابد ومنزر عيحانة. احمد فاهيم طبعا صيد العمدة وعصام الساقة. الناس دي بصراحة عملت شغل كويس جدا. يا فهمين قصدي? يعني لما الواحد يعمل شغل كويس لأ. نطلع نقول شغل كويس. وفعلا بجد انا ببسطت بالمسلسل. انا ببسطت عرغم ان انت كده كده عارف نهايته وعارف ايه اللي هيحصل وتوقعت كل الكلام ده يعني كان في حاجات كتيرة جدا حصلت في المسلسل انها كنت متوقحة قبلها بفترة كبيرة بخمسة ستة حلقات وفعلا بتحصل. فلا. المسلسل بصراحة كان حلو. لا بصراحة انا ما توقعتش ان انا اطلع قول كده. فانا افتكرت ان انا السنائية هتفرج على ثالث سنة لمحمد رمضان وياخد معايا آآ سكور قليل وحيبقى كان حيبقى بعد كده برا السباق الرمضاني اللي هو حرف انت قصرت الراكد يا معلم حيبقى ثلاث سين واربعد مسلسلك اسوء مسلسل بس لأ. انا بالنسبالي تقييم لي مسلسل جعفر العمضة هو من عشر. مسلسل انا هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل الاجهر. وهو من تأليف محمد فوزي ومن اخراج ياسر سامي. وهو من بطولة عمر سعد ودرة وسيد رجب ومحمود قبيل وخالد زكي ونادي السباعي وصرا سلامة وانوشكة وعرف عبد الرسول واحمد صفوت احمد مجدي نور النبوي. مسلسل اللي السنة دي انا برضو دخلت في حتة القلب بتاع مسلسل سوء كانتو. للأسف المسلسلات اللي برضو تمنيت ان تكون حلقاته قصيرة بس مع ذلك كانت حلقاته طويلة جدا. ووصل معي المرحلة من المراحل ده لسه يعني ده حتى لسه فيه كمان مسلسلات تانية حتيجي تلاتين حلقة برضو انا مليت منها جدا. عشان كده قلت لكم فيه مسلسلات حلوة وفيه مسلسلات تلاتين حلقة وحشة. فمسلسل اجر للأسف انا بالنسبالي كان برضو دخل في قالب المط وقالب الملل والزهق وما فيش احداث كتيرة بتحصل وفيه احداث كتيرة ملهاش اي تلاتين لازمة لو كانت تتشاهد من المسلسل. يعني يبقى احسن بكتير لدرجة اصلا القصة بتاعة ناد السباعي وخالد النبوي كانت بالنسبالي والله ازرف والطف بكتير جدا من قصة بتاعة مصطفى الاجهر لو عمر سعد. غير ان فيه كتيرة في المسلسل انا شايفها من وجهة نظري كاداءات كانت وحشة جدا يعني عمر عبدالجليل محمود قبيل خالد زكي يعني فيه ناس كتيرة في المسلسل ده انا بالنسبالي كانت وحشة جدا انا شايف افضل افضل اداء في المسلسل ده كله كان احمد صفوط يعني حتى باقي الممثلين ما كانوش قد كده من شايفه من وجهة نظري. انا فعلا بجد كنت حرفيا غلطان ان اطرقت على المسلسل ده لان فعلا تمنيت ان هو يبقى حاجة الطف من المسلسل بتاع السنة اللي فاتت بس اتريني كنت غلطان ان المسلسل بتاع السنة اللي فاتت اللي هو كان توبة برضو كان نوعا ما كان واحد من المسلسلات الجلدي تتفرج عليها عادي وتعجبك زي ملوك الجدعانة نفس الكلام بس السنة دي مسلسل بصراحة انا شايف ان هو اقلب كتير جدا من المسلسل توبة ومسلسل آآ ملوك الجدعانة فانا معرفش يعني يعني حسيت ان انا بتفرج على عمر سعد بتاع السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها ما شفتش حاجة جديدة حرفية انا هم غير بس تغيير اسم المسلسل وتغيير الممسلين قيمي دي مسلسل الاجهر هو خمسة ومعشرة اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل بابا المجال مسلسل من تأليف محمد الشواف ومن اخراج احمد خالد موسى هو من بطولة مصطفى شعبان وسوسن بدر ورياد الخولي بس مصمرة نسر نامينج جمانا مراد عارف عبد الرسول محمود حافز محمد نجاتي اسمها ابراهيم محمد ردوان مسلسل بابا المجال من المسلسلات اللي برضو بتاعتنا السنة دي ونوعية المسلسل اه بتاعت بابا المجال اللي كنت اقيلها قبل كده لما جيتها عملت له ان المسلسل ده حسيت مصطفى شعبان كده بتاع اه ايوب على اه ابو جبل على بابا المجال سوري اه ميكس ما بين ايوب وملوك الجدعانة فبالصراحة الميكس ما كانش وحش كان زريف وعاجبني دوره افضل بكتير جدا من عمر سعد المسلسل الاجهر احداثه حلوة جدا باسم سمرة طبعا كان خطير في المسلسل ده هو والرياض الخولي كان من افضل الاداة اللي كانت موجودة في المسلسل باسم سمرة كمان عالة جدا المسلسل انا شايف باسم سمرة لو ما كانش موجود في المسلسل ده المسلسل كان حيوع جامد يعني فانا بجد اتبسط من المسلسل عرغم ان انت برضو من نوعية المسلسلات الازاي برضو جعفر العمدة وملوك الجدعانة والكلام ده كله عارف حتاح تصلي ايه وهيخلص على ايه والكاركتر ده هيعصله ايه وده هيعصله ايه وده هيعصله ايه بس تحب انت تتفرج عليه برضو للأسف يعني وبجد حقيقي من المسلسلات اللي انا فعليا بجد مستغرب جدا ان في ناس كتيرة مش بتتكلم عنها ومن نوعية المسلسلات اللي مش عارف ليه مفيش اي بلاتفورم شريع يعني زي واتشت او شاهد مش عارف ليه مش شارعينه على الرغم ان المسلسل ده حرفان بجد والله العظيم انا شايف ان هو افضل بكتير جدا من حاجات كتيرة كانت موجودة السنة دي يعني افضل من الاجهر بكتير وافضل من حاجة تانية عايزين نتكلم عنها كمان شوية فغريبة اوي ان هم مش جاي في اي منصة من المنصات ودي حاجة من الحاجات اللي بجدز علاني يعني مصطفى شعبان مفروض ان هو اكتر تقيل يعني مصطفى شعبان مش جديد يعني مش معنى جايبين الاجهر ومش جايبين بابا المجال مسلا في شاهد مسلا فغريب اوي الموضوع عن نفسي اتبسط جدا من المسلسل بابا المجال واتمنى بصراحة من المصطفى شعبان برضو ما قلبش نفس القالب بتاع نفس الفكرة لان السنة اللي فاتت كان عامل مسلسل اسمه دايما عامر تقريبا على ما اظن بس للاسف ما نجحش اوي في التلفزيون ولا حتى تشاف بعد رمضان ورجع تاني لنفس التيمة بتاعته اللي هي بتاعت ايوب ومملك الجدعانة والكرام ده كله فكانت لذيذة طبعا ايوب انا بالنسبة لي ايوب كان افضل مسلسل عاملو مصطفى شعبان او واحد من افضل مسلسلات اللي قدمها فاتمنى السنة الجاية يعني يطلع شوية من القالب ده ويعمل حاجة جديدة شوية بس انا بحبه دايما في المنطقة دي يعني حاسس ان المنطقة دي بالنسبة له سيف هيفن فبيروح لها دايما ويعمل نفس نوعية المسلسلات دي وعشان عارف ان فيه بعد كده الناس هتتفرج عليه يعني زي ما هتقوله كده ما بحبش ياخد الرزق قيمة لي مسلسل بابا المجال اللي هو ستة ومسل معاشرة مسلسل السالس اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل رمضان كريم الجزء التاني مسلسل من تأليف احمد عبدالله ومن اخراج سامة عبدالعزيز وسلسل مع ابو طول السيد رجب بيومي فؤاد محمد لطفي صبري فواز كريم عفيفي ويزو نجلاء بدر وسلوى عثمان وسلوى محمد علي وشريف حسني واحمد صيام وناس ممثلين كتيرة جدا حرفين مفيش ايه حاجة بتحصل هو مجرد مسلسل تلاتين يوم بييجي حرفيا بيوريك ايه اللي بيحصل في رمضان ان داتس ات يعني بجد انا يعني مش متخيلين انا زعلان ازاي على المسلسل ده لان الجزء الاولاني بتاع المسلسل ده وانا متأكد من اليوم في المية ان في ناس كتيرة جدا حتوافقني الرأي في الموضوع ده ان المسلسل ده انا معرفش هو ليه كده يعني للناس انصح للناس اللي اتفرجتش على رمضان كريم اتفرج على جزء الاول ولا عندها خل تتفرج على الجزء التاني هتلاقي مكرنة بجد حرفيا مية وتمانين درجة يعني على القل الجزء الاولاني كان في احداث كتيرة جدا بتحصل ومش ممل خالص وفي نفس الوقت بيديك الرمضان بتاعتك اللي انت عايزها كان في احداث كتيرة جدا في الجزء الاول وقصص كتيرة جدا قصة شريف سلامة ومحمود الجندي وريام عبدالغفور وروبي والكلام ده كل السنة دي انا مش شايف اي قصة مش شايف اي حاجة هم حرفيا جايبين ناس او حشرين ناس ورمينهم في حارة وده وده رمضان دي قصة مسلسل رمضان بس حرفيا مسلسل بجد حقيقي ما كانش بيحصل فيه ولا حاجة ولا فيه ولا فيه نهاية اي نوع من انواع النهايات العيدلة في كل حلقة ولا كان فيه اي حاجة بجد انا مش عارف هما ليه استنوا وعملوا جزء تاني مثلا بعد سنين كتيرة انه جزء الاولاني تقريبا كان عالفين وسبعتاشر اي تينك انا شايف من وجهة نظري من ساعة ما تعمل الجزء الاولاني كان لازم الجزء التاني يتعامل بعد دي بسانة على طول وبنفس الكاست ويرجعوا نفس الكاست فكرة ان هما يغيروا في الكاست ويجيبوا بايومي فؤاد مسلا بايومي فؤاد من الناس اللي صراحة ما عاجبتنيش في المسلسل ده وحس ان هما حشرين وخلاص فر نو ريزن فلا فيه ناس كتيرة جدا في الجزء الاولاني كانت موجودة في الجزء التاني ما كانتش موجودة وفعلا بجد لو كانت موجودة كان ممكن الجزء التاني يبقى قوي زي الجزء الاولاني على رغم ان التريلر عاجبني لما انا جيت عمل تريلر بس ما جاش في دماغي انه ممكن المسلسل يبقى بالسوق ده تخيمي ليه مسلسل رمضان كريم الجزء التاني هو اربعان عشر مسلسل انا هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل عملة ندرة مسلسل من تقليف متحة العدل ومن اخراج محمد جمال العدل وهو من بطولة نيلي كريم وجمال سليمان واحمد عيد وكمالة بوراية انا ده موسى مريم وخشت ومحمد فهيم يشام عشور واحمد فهيم مسلسل عملة ندرة هو من المسلسلات اللي انا حرفيا بجد عجبني التريلر بتاع وانا بعمله تريلر ري اكشن وعجبني المسلسل اوي في اوله اوي يعني بجد عجبني اوي يعني بالذات اول عشر حلقات تقريبا من بعد من بعد العشر حلقات الاولى بجد انا مش عارف يعني اقولي المسلسل برضو مع الاسف دخل في قالب مط مش طبيعي برضو من المسلسلات اللي بجد حقيقي زعلت جدا 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 ان في اولها كان حلو وبعد كده قالب وحش جدا يعني في مط رهيب يعني اللي خلاني مكمل الى حد ما برضو في مسلسل ده الاداءات يعني عكس مسلا سوق كانتو ما كانش في اي حاجة عملة ندرة الاداءات التمثيلات اللي كانت فيه حلوة جدا بس برضو المسلسل تحس ان هو كان ماشي في سكة اول عشر حلقات مسلا وبعد عشر حلقات حرفين دخل في سكة تانية خالص يعني انا توقعت حاجة تانية دخل في حاجة تانية خالص وهاري ومط برضو في الاحداث ما لهاش اي لازمة بجد وبرضو كان فيه مسلا الحلقة والحلقتين كنت بتفوتهم وارجع اشوف الحلقة مسلا بتاعت النهاردة ولا حاجة حرفيا ولا حاجة كان بتحصل يعني انا مش عارف ليه لازم بتاع كل سنة ان مسلسل رمضاني لازم يبقى تلاتين حلقة بجد حرفيا انا شايف من نوجة نظري من انجح المسلسلات السنة دي هي المسلسلات الخمستاشر حلقة واتمنى السنة الجاية ان المسلسلات كمان تبقى عشر حلقات مش خمستاشر بامانة والله لان بجد مسلسل ده فاوله بجد كان حلو جدا يعني لو كان عشر حلقات المسلسل ده انا شايف من نوجة نظري لو كان عشر حلقات والله العظيم كان هيبقى حلو جدا وفي الرانكين كمان حتى كان هيبقى عالي يعني بس انا للاسف بجد فاوله كان جامد بعد كده بجد حرفينا وبعد كده اللي هو طب وبعدين يا جماعة المسلسل بعد كده بنبعد اول عشر حالات كله لطن وسويت وزعيق ومين بيموت ومين بيتخانق ايه يا جدعان ده فيه ايه فيه ايه للأسف انا بالنسبة لي المسلسل ده كنت مستني فعلا بجد حاجة كبيرة قوي منه لان الاداية فيه كانت تعظيمة بالنسبة لي زي ان اللي كريم واحمد عيد ومحمد فاهيم وجمال سليمان بس للأسف ما طلعش احسن حاجة وانا تقييمي ليه هو ستة عشرة المسلسل التامل اللي احنا كنا هنتكلم عنه هو مسلسل الكتيبة مية واحد بس انا للأسف انا ما اتفرجتش على المسلسل ده انا وقفت حرفيا في الحلقة العشرة تقريبا الحلقة العشرة والحلقة تسعة او عشرة حاجة زي كده وما قدرتش اكمله بصراحة لا 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 انا قلت ان انا صحتي يعني بجد يعني انا اقول بيها يعني غير ان فيه مسلسلات احنا بنتكلم عنها هو دلوقتي تلاتين حلقة فما فرقتش عشرين من تلاتين فغير ان فيه مسلسلات انا بتفرج عليها دلوقتي وهو اثر على نفسي خمس تلاف لمونة لان انا لو على نفسي كان ممكن اشيل مسلسلات كتيرة جدا ومش هزا تفرج على حاجة غير كام واحد وحرفين على كده بس برضو مش هينفع لان انا بديت حاجة لازم اكملها فانا للأسف الكتيبة مية واحد ما كملتهش ومش عايز اكمله ومش هتفرج عليه حتى برضو مسلسل اللي هو كان اسمه حرب احمد انا مفرجتش عليه وحرفين مش مهتم يعني مسلسل اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل تحت الوصاية مسلسل من تأليف خالد وشرين دياب ومن اخراج محمد شاكر الخضير مسلسل من بطولة مونة زاكي ودياب ونسرين امين والرشد الشامي مع نصار وخالد كمال ونه عبدين وصراء جبيل واحمد خالد صالح مسلسل تحت الوصاية هو من المسلسلات اللي جد حقيقي متميزة جدا 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 السنة دي في رمضان الفين تلاتة وعشرين وبجد حقيقي ازعلت جدا من الناس اللي انتقدوا المسلسل ده من غير حتى ما كانوا شافوا ولا شافوا ولا شافوا اي حاجة مجرد انتقدوا مجرد الانتقاد مجرد شافوا صورة لمونة زاكي فاقتدوا ان هما ينتقدوا المسلسل وانا بصراحة بجد حقيقي انا بكره الحوار ده مش بزعل انا بكره الحوار ده يعني انا ليه انتقد عمل وانا حرفية مش فتوش. يعني انا ممكن قدي انطباع اولي على العمل ده مسلا من البوستر بس مش هخش كله ومش عارف ايه وكذا وكذا. ليه يا جداعين? انا شعيف مع كل الكامل احتمل كل الناس اللي علقت وحش على المسلسل بس انا شايف من نسبالي السنة دي مسلسل تحت الوسائق واحد من افضل المسلسلات بجد حقيقي ان هو بنائش قضية كويسة جدا في المسلسل المال اليتامة والكلام ده كله فبجد حقيقي واحد من المسلسلات المتميزة واللي كان متميز في الاداية التمسيلية والاخراج كان عبقري هو والسيناريو والموسيقى التصورية وبجد حقيقي المسلسل ده كويس قوي ان هو كان خمستاشر حلقة وما دخلش في سكة التلاتين حلقة وقالب المط وكويس قوي ان هو جاي فيه كان الخمستاشر الايام بتوع رمضاني التانين وهو كان واحد من افضل المسلسلات قد يكون الافضل خمستاشر حلقة في السباق الرمضاني اللي هو بتاع الموسم التاني اللي هو من اول خماشرار رمضان او من اول ستاشرار رمضان لحد الاخر. فانا بصراحة بشكر كل صنوع العمل على مسلسل تحت الوصاية وهو تقييمي ليه هو تمانية والموسم عشر. مسلسل اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل رسالة الامام وهو من تأليف محمد هشام ومن اخراج الليس حاجه. وهو من بطولة خلد النبا ويمدال الشافع وخلد انور وارواجودة وسلم ابو مضيف وممسلين تانين سوريين. المسلسل برضو يعني ببساطة جدا بيدور احداث القصة بتاعت الامام محمد الشافعي. اه اللي بيحاول ان هو ينشر رسالته كده في المسلسل. انا بصراحة يعني المسلسل ده في اوله كنت ضد جدا الناس اللي اللي بتهجمه. انا مسلسل برضو ده الى حد ما عجبني بس مع الاسف برضو في حتة موضوع المط في الاحداث والكلام ده كله. اه برضو زي مسلسل عملة نادرة. شوية بصراحة. وبرضو يعني كلام مش هزا قرر كلام كتير. اه في حتة موضوع القلب بتاع المط الاحداث والكلام ده كله. في حالات كتيرة جدا ممكن رجعت اتفرقت حرفين ما فاتنيش برضو اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي كانت طاغية في المسلسل ده انا شايف من وجهة نظرية هو تمثيل خلد النابوي. صراحة كان تمثيله جبار. اه والمسلسل حلو وعجبني فكرة ان انا اتفرجت على اول مرة تقريبا في موسم رمضاني مسلسل ديني سلاش تاريخي. ففكرة كانت كويسة للمفروض ان ده يعني اتمنى السنة الجاية ورمضان اللي جاي يعني وكده ان هما يبدأوا يعملوا اعمال دينية سلاش تاريخية لان مفروض هو اصلا يعني شهر اه ديني. فهو مفروض يبقى يكتروا شوية من من نوعات الاعمال دي. يعني عجبني فكرة ان هما بيجسدوا الامام الشافعي. والمسلسل الى حد ما كان حلو جدا. واخراجيا برضو كان حلو. بس انا برضو مع الاسف ضد جدا ان نوعات المسلسل ده كان يكون تلاتين حلقة. انا شايف من وجهة نظري المسلسل ده كان يبقى انجح بكتير جدا لو كان مسلا عشر حلات. يعني مش اكتر كمان من عشر حلات. بجد كان هيبقى حاجة جمدة جدا لكن نوعات المسلسل ده يبقى تلاتين حلقة لأ تقيل اوي يعني حتى اللي كان حلو في المسلسل ده اللي كان صبرني لحد مشورة المسلسل ده ان هو كان الحلقة تلاتة وعشرين دقيقة اربعة وعشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة. لكن تلاتين حلقة انا شايف من وجهة نظري. وزي ما قلت قبل كده ان نوعات المسلسلات دي مش اي حد هيعجبه. عارفين اللغة العربية الفص حط طقيلة فمش اي حد هيعجبه. فانا اتمنى لو هيعملوا حاجة تانية كده السنة الجاية اتمنى ان هي تبع عشر حلقات ومش اكتر. وتقييم لي مسلسل رسالة الامام هو ستة وعشر. سالة هنتكلم عنه دلوقتي هو مسلسل جات سليمة وهو من تاليف كريم يوسف ومن اخراج اسلام خيري. مسلسل من بطول الدنيا سنة الغاني. محمد سلام هلا فاخر. صالو خطاب. خالد الصاوي. سامي مغاوري. وممثلين تنين. موضوع برضو ببساطة جدا من نوعات المسلسلات برضو السنة اللي زي كبير مالهاش بلوت قوي ان هو واحدة اسمها سليمة هي واخوها آآ بتبدأ سليمة تقراله كتاب فيبتدوا ان هم يخشوا في احداث الكتاب هم نفسهم فبتبدأ تحصل احداث كده في المسلسل. هتكلم شوية في حاجة انا عارف الناس هتهاجبني في في الحلقة دي او في بتاع المسلسل ده. يعني اكون صراح معاكم انا المسلسل ده بصراحة ما عجبنيش نهائي. وحش جدا 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 جدا. انا انا باقول كده علشان انا عارف ان في ناس كتيرة جدا اعجابها المسلسل ده. بس انا للاسف المسلسل ده بجد حقيقي وحش اوي 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 من هنا لبكرة. يعني انا متعود انا بالحاجة اسماء دوني سامير غانم. وبعشة بجد مسلسلاتها. بس حقيقي المسلسل ده بجد حقيقي وحش قوي. يعني حتى الاضوار اللي موجودة في المسلسل انا مش حاكميني خالص. يعني الوحيد اللي كان بزوق المسلسل هو محمد سلام. لولا محمد محمد سلام بجد حرفين المسلسل ده كمان كان واقع اكتر واكتر. انا مش شايف كان في اي حاجة مميزة في المسلسل ده بجد. يعني حتى فكرة ان هو حتى كمان خمساشر حلقة. يعني ده اللي غايزني بقى كمان ان هو كان خمساشر حلقة. فمتخيلوا بلا لو كان تلاتين. يعني بجد ده واحد من اكتر المسلسلات السنة دي في الفين تراتة وعشرين. اللي بجد حقيقة صدمتني. يعني صدمتني ده انا كنت متوقع حاجة كاميدي فشيخة. يعني ما شفتش كده. يعني حتى لما جيت فكرت فيها قلت مسلا. طب هما مسلا ممكن يقسموا مسلسل زي الصفارة مسلا زي مسلسل الصفارة. ان هو مسلا يعملوا كم حلقة. وبعد كده يبدأوا مسلا في قصة تانية. والله كانت الفكرة هتبقى جمدة جدا. يعني لو كانوا مسلا عاملوا حلقتين تلاتة على نفس القصة وبعد كده حلقتين تلاتة قصة تانية. حلقتين تلاتة قصة تالتة. الفكرة هتبقى حلوة جدا. لكن خمستاشر حلقة في نفس نفس الوقت الزمني او العصر اللي هما كانوا فيه ده. لا بصراحة جماعة لا. بجد حتى الكوميديا بتاعت المسلسل سخيفة او تحس ان هي موجهة للاطفال اوي. يعني يعني مسلسل بجد بطريقة بشعة. يعني يتحس ان هو يقولك لا ده انت تشغله عشان ابنك يتفرج عليه. لكن انت كواحد او واحد كبير في السن. حاببت تتفرج على حاجة كوميدي. لأ. المسلسل ده الاخر يعني. ما بيدحكش بجنيه. بجد حرفين ما بيدحكش بجنيه. انا يعني انا شايف من وجهة نظري الدنيا سامير غانم في اخر كم سنة قدمت مسلسلات كوميدي فشيخة. زي لهفة. انا ببعشة لهفة. لهفة. ونيليو شريهان. وفي الحاجات دي كلها. بجد حرفين بيموتوني متضحكة. انا كان عندي شوية مشاكل مع المسلسل بدل الحدود تلاتة. اول عشر حلقات هو اللي كانوا حلوين وبعد كده المسلسل بيهو شوية. بس السنة دي مفيش. بجد السنة دي مفيش. حتى الطريقة اللي بتتكلم بيها يعني بجد كانت مستفزة جدا. مفيش افة قال دحكني. محمد سلام كان كل فين وفين كان ممكن يرمي افة كده اشتا يعني يجي مع سكة. غير كده المسلسل بجد وحش جدا. يعني انا عارف ان فيه ناس ممكن يكون عجبها او معارف ان الكلام ده ممكن يدقيقها بس لأ يعني بصراحة انا كنت منتظر حاجة اقوى من كده بكتير جدا في جات سليمة. تقييمي ليه مسلسل جات سليمة هو للاسف خمسة من عشرة ونخش على طول في الكارسة اللي بعدين. انه دلوقتي وهو اخر مسلسل معانا في مسلسلات رمضان. وهو برضو مسلسل خمساشر حلقة وهو مسلسل تغيير جو. مسلسل من تأليف مونة الشيمي ومن اخراج مريم ابو عوف. وهو من بطولة منا شلبي وياد نصار وميرفت امين واعصام عمر. مش عارف ابدأ من اين? مش مسلسل تغيير جو ده يعني انا ما شفتش بجد يعني بصوا يعني تفاكرين كنت بقولوك ايه شوية من شوية على مسلسل سوي كانتو اللي هو تلاتين حلقة مسلسل تغيير جو خمستاشر حلقة خمستاشر حلقة مش تلاتين خمستاشر حلقة والله كمية مط في الاحداث والملل واللي مفيش اي حاجة بتحصل في المسلسل ده. انا بجد حرفيا والله العظيم. ندمان ندم السنين ان انا اتفرجت على المسلسل ده. على الرغم ان التريلر بتاعه كان في شيخ يعني كان انا انا تقريبا يعني التريلر بتاعه اللي كان فيه الهنية بتاعة كايروكية امير عيد اه التريلر كان حلو جدا. والمشكلة ان كان مع اول حلقتين كانت جمدين فاش هتحس ان المسلسل ده لأ. شكله حيقول حاجة وشكله حينافسه بتاعه. ولا اي حاجة ولا اي حاجة مفيش. مفيش خالص احداث مفيش اي حاجة بتحصل. مسلسل ممل بطريقة غير طبيعية. تحس ان الممثلين جايين هو فعلا المسلسل اسمه تغيير جوه. هو فعلا تحس ان هم جابوش هات ممثلين وصفروهم وعشان يغيروا جوه. غير كده انا مش شايف اي تمثيل. لا شفت تمثيل اه من منا شلبي ولا من اياد نصار ولا من عصام عمر اللي عمل دور هايل في بلته مرفت امين ما في ما حدش محمود قبيل اللي بقى موجود في كل المسلسلات السنية دي عملش ايه حاجة خالص انا ما شفتش كده بامانة يعني مسلسل وحش جدا الو وحيد اللي بجد عجبني فعليا بجد دورها هي شيرين مع ذلك ان ظهورها ما كانش كتير وبجد دي كانت من حاجة من الحاجات اللي كانت مدقيقاني في المسلسل غير ان هو كان شوف اعمال اقول لكم ايه عليه وغير ان شيرين قلدتها دورها بجد كان افضل حاجة في المسلسل مع ذلك ما كانش بيطلقوها كتير ودي من الحاجات اللي كانت بجد حقيقة كانت مدايقاني فبصراحة مسلسل من السوق للاسوأ يعني الزعلان بجد حرفيا ان المسلسل ده للاسف دخل في حتة المط وما فيش حاجة بتحصل حرفيا في الاحداث وخمستاشر حلقة او ما لو كان تلاتين با كان عمل فينا ايه للاسف تقييم ليه مسلسل تغيير جو هو من عشرة بس حلقتنا خلصت ده كان بتاعنا ليه مسلسلات رمضان الفين تلاتة وعشرين كل سنة حضركوا طيبين ان شاء الله بازن الله الحلقة اللي جاية هتكون اخر حلقة في الصداق الرمضاني الفين تلاتة وعشرين وهي حلقة مين الافضل مسلسلات رمضان? وحتكون اخر حلقة اللي هنختم بها رمضان وبعد كده بقى هنفوق بقى للرفيوز بتاعتنا ان شاء الله بازن الله الافلام الانجلش والحاجات الحلوة اللي احنا الواحد اشتق لها بصراحة يعني لان تلاتين يوم مسلسلات عربي وآآ بصراحة السنة دي كانت حاجات كتيرة اوات كانت حلوة وحاجات كتيرة جدا كانت مخيبة جدا وتمنيت ان انا مفرقش عليها سواء تلاتين حلقة وخماشر حلقة آآ اعجبني جدا 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 يعني حاسنت ان انا بحب المسلسلات اللي برا السباق الرمضاني اكتر من السباق الرمضاني فحسس ان انا الفترة اللي جاية اتمنى ان انا اشوف حلقات آآ لمسلسلات اكتر في برا السباق الرمضاني واتمنى ان ده يحصل بصراحة لان آآ والسنة الجاية اتمنى ان هم يغيروا رأيهم في فكرة التلاتين حلقة دي خلاص يعني احنا عايزين يئم عشر ائم خمستاشر او تمانية يعني تمانية اتمنى حلقات او عشر او خمانية او خلية عشر او خمستاشر التلاتين دي مش عايزين نشوف بعد ازنوكو يعني. بس ان شاء الله انستنونا في الحلقة اللي جاية مين الافضل في مسلسلات رمضان الفين تلاتة وعشرين اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شكو من ديها تاني قريب سوش تعمل سبسكرايب و لايك وشير لو الحلقة عجبتكم من سوش برضو تعمل سبسكرايب بالشانلز التانية اللي اسمها تاكتو وهو ملون سب لوكو لينكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لايك على فيسبوك او انستجرام برضا سب لوكو لينكس في الديسكريبشن وباي باي